أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنظر قوما ما أنظر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواب عليهم أأنذرتهم أم لم تنظروا لا يؤمنون إنما تنظر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشرهم بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونأتب ما قدموا وآخرهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وبرر لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالثا فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنعجمنكم وليوسلنكم وليوسلنكم مننا عذاب أليم قالوا قائركم معكم أإن ذكرتم فلأنتم قوم مسرفون وجاء من أقص المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبع المرسلين اتبعوا من لا يسألكم مجر وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دوني آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغن عني لا تغن عني شفاعتكم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ظلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قول يا ليت قوم يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين وما أنزل على قومه من بعد من جود من السماء من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا أم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لنا جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحيي لها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جهنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من الريون ليأكلوا من ثمرني وما عملت ويديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تتبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل أسلخ من النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقرر إلا ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادت العرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل صابق نهار وكل فيه فلن يسبحون وآية لهم أننا حملنا ضدية في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرطهم فلا صريخ لهم ولا يوقظون إلا رحمة مننا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقهم الله قال قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ظلال مبين ويقولون متى هذا البعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا من الأجداث إلى ربهم ينصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا وحضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل الفاكهون هم أذراجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولنما يدعون سلام قولا من رب الرحيم 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 وامتاز اليوم أيها المجردون ألا نعهد إليكم يا بني آدم ألا تعمدوا الشيطان إنه لكم عدد مبين وأنا عبدوني هذا صراط مستقيم سلام قولا من رب الرحيم ولقد أظل منكم جبلا كثيرا أفلن تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إسلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختب على أخوانهم وتتلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يردعون ومن نعمره نكسف في الخلق فلا يعضلون وما علمناه الشعر وما ينبغي لهم إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينظر ما كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يرمنا خلقنا لنم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذلل لها لنن فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولن فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون وتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جود محضرون فلا يحزنك أولهم إنا نعلم ما يسررون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيل مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وقال من يحيي العظام وإرميم قل يحنيها الذي أعاشها أول مرة وهو ببل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقودر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فصبح على الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبانهم والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تتغوا في الميزان وأقيم المزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربك ما تكذبان خلق الإنسان من صلصون كالفخار خلق الإنسان من صلصون كالفخار فبأي آلاء ربك ما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربك ما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بأي آلاء ربك ما تكذبان مرج البحرين يلتقيان فبأي آلاء ربك ما تكذبان مرج البحرين يلتقيان فبأي آلاء ربك ما تكذبان مرج البحرين يلتقيان فبأي آلاء ربك ما تكذبان مرج البحرين يلتقيان كل من عليها فار ويضع وجد ربك الجلال والإكرام ويضع وجد ربك الجلال والإكرام اشتركوا في القناة سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تتنذبان يا عشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفظوا من أقطار السماوات والأرض فنفظوا لا تتنفظون إلا بالسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواض من نال ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شغت السماء فكانت وردة كدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواض من نال ونحاس فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواض من نال ونحاس فبأي آلاء ربكما تكذبان هذا جهنم الذي يكذب بها المجربون يرسل عليكما شواض من نال ونحاس فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خوف مقام ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتها أخنان فبأي آلاء ربكما تكذبان 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 ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الاحسان إلا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن تدونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهمتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مدهمتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وأبغر حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم منكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات انتباعا ما ترى في خلق الرحمن من تفابت فارجع البصر أن ترى بها فطور ثم ارجع البصر كروتين يا قلب إليك البصر خاسيا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا أغلبوا فيها سمروا لها شريطا وهي تفور تكاد تميز من الغيز كلما ألقي فيها فوجدوا سألنا خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن آتم إلا في ظلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فصحفا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأصروا قولكم أجهروا به إنهم عليهم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أم أنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرُ أَوَلَنْ يَرَوْا إِلَا الْتُوَيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَاتٍ وَيَقْبِرُ مَا يُنْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَانِ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مَصِيرٍ أَمَنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُّودٌ لَّكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ إِنِ الْكَافِرِونَ إِلَّا فِي غُرُورُ أَمَنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْبَهُ بَلْ لَنَجُوا فِي عَتُوبٍ وَنُفُورُ أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًا عَلَى وَجْهِهِ أَهَذَا أَمَنْ يَمْشِي سَبِيًّا عَلَى سِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَاكُمْ وَجْعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفِئِدَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأْكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعَدُ إِن كُوتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْعِ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَنَذِيرٌ مُّبِينٌ فَلَمَّا لَأَوْزُ الْفَتَانْسِي أَتْأُجُجُهُ الَّذِينَ كَفَرُونَ وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُوتُمْ بِهِ تَدْدَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَتَنِيَ اللَّهُ وَمَمَنْ مَعْيَ أَوْرَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَدِيمٌ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَلْنَا فَسَتَعَلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ظَلَالٍ مُّبِينٌ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَا يَنَّعِينَ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد ولا أنتم عبدون ما أعبد لَكُمْ دِينُكُمْ وَالْيَدِينَ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَرَأَيْتُمْ لَمْ يَلِكْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوَاً أَحَدَتْ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْهُ وَاللَّهُ أَحَدَتْ الله صمت لم يلِكْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوَاً أَحَدَتْ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْهُ وَاللَّهُ أَحَدَتْ الله صمت لم يلِكْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوَاً أَحَدْ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في المقد ومن شر حاسب إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسفى سلف الناس الذي يوسبس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنامت عليهم غير المنظوب عليهم ولا الغالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين حمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنامت عليهم غير المنظوب عليهم ولا الغالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنامت عليهم غير المنظوب عليهم ولا الغالين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالضيب ويطيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزلنا قبلك وبالآخرة ذهن يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي والقيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وصع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤد نوح حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسب ذنبه الله فيغشر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على أن الشيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل الآمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحدهم من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نصا إلا وصعها لها ما كسبت وعليها ما اتسبت ربنا لا تآخذنا إن نصينا أو أفتأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا توقت لنا به وعفو عنا وغفر لنا ورحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدد الله عظيم يا الله الرحمن الرحيم يا الله الرحمن الرحيم تلابت کري ہے مولا جو غلطیاں خامیہ ہو گئی ہو معف فرما صحیح کو اپنی بارگاہ قبول فرما يا الله الرحمن الرحيم يا قریب قلام مجید کی برکت سے مولا ہم سب کی پریشانیاں دور فرما برکتیں عطا فرما مولا روزی روزگار میں رزق میں زندگی میں عمل میں برکتیں عطا فرما يا الله ہم سب کی خطائیں معاف فرما پریشانیاں بیماریاں دور فرما حرافتی بلیات سے محبوظ فرما مولا قریب جن لوگوں کے رشتش نہیں آتے ہیں مولا ان کو غیب سے مدد فرما مولا جو لوگ پریشان حال ہیں جائد قید ہیں مولا قریب ان کو قید سے رہائی عطا فرما مولا ہماری دعائیں مقبول فرما دعائیں مقبول فرما یا اللہ میرے دادا مرحوم کی سورے ان تمام سورہ کی تلابت قصد کے مولا بخشت و مغفرت فرما ان کو جنت الفردوس میں على مقام عطا فرما مولا دعا قبول فرما یا اللہ جس نے جسم مقصد کی خاطر سورے یاسیر سورے رحمت سورے ملک اور تمام سورتوں کی تلابت سنی ہیں مولا اس کی تمام مقصد پورے فرما جائز کارگار میں دکان میں مکان میں زندگی میں برکتیں اتا فرما مولا دعا مقبول فرما اللہ تقبل ملما انکا انت السمیو العلیم وتبع علینا انکا انت التباب الرحیم وصل اللہ تعالی على خیر خلقه ونور عرشه مولانا محمد وعلا آبه وصحابه ادبعین رحمتك يا رحم الرحمن لا اله الا اللہ محمد رسول اللہ صل اللہ تعالی اللہ تعالی